لم نستثمر اي من هذه فاليوم حتى لو صار لا سمح الله اغلاق خلال الثلاث اربع اشهر لم نستثمر اي اداء اقتصادية لتنشيط القطاعات الاقتصادية بعد انتهاء الاغلاق رغم توجيه سيدي صاحب الجلالة بما يتعلق بتخفيف العباء الاقتصادية على القطاعات المختلفة رغم توجيه بما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي ماذا اعددنا بما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي هل هناك يعني مواطن أنا قولي على الجاي هذا الجاي لازم من الان ان يكون هناك زي ما قلت قبل قليل لجنة اقتصادية عليا توجه الحكومة ويجب ان يكون هناك فريق اقتصادي يضم جميع القطاعات الانتاجية ويجب ان يكون هناك مؤسسية مع القطاع الخاص مش محمد يرث ومحمد لا يرث في القطاعات الاقتصادية المختلفة فكلنا في مركب واحد والضرر الاقتصادي يعود علينا حكومة وقطاعات وايضا مواطنين ماذا تفعل؟ تدعم القطاعات الاقتصادية وتدعم المواطنين تدعم القطاعات الاقتصادية بمزيد من التحفيز الاقتصادي وعند مجال ندعم نعم هناك مجال اليوم على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية ضخط تقريبا 10% من ناتج المحلي الإجمالي في السوق نعم نستطيع طب احنا اليوم المليار ونص من وين؟ وكمان احنا بنحط النقاط الحروف انا عندي الناتج المحلي الإجمالي 30 مليار قدرش ضخيت؟ مليار ونص 5% بينما الاقتصاديات الرائدة ضخت من 10% ل 15% فيجب اني انا اضخ بداية 2.5% إلى 3 مليار حتى يكون هناك تنشيط قطاعات الاقتصادية وزي ما قلت قبل قليل ماذا اعددنا لهذه القطاعات وماذا سنعد لهذه القطاعات في الأشهر القادمة؟ لم نستثمر زي ما قلت موضوع الأسعار النفط لم نستثمر موضوع الحوافز وقدمناها القطاعات الاقتصادية طب كيف ندعم المواطن؟ هل خففنا الضرائب على المواطنين حتى تزداد القدرة الشرائية والقوة الشرائية لدى المواطنين حتى نحرك العجلة الاقتصادية؟ احنا اليوم موقفين بمفترق طرق نغلق ولا نتعايش طب اغلقنا كارثة انت شاهدت مفترق وتعايشنا كارثة لأنه اليوم لا توجد خارطة طريق لهذا التعايش ولا يتوجد خارطة طريق لهذا الإغلاق هو سيدي نحتاج إلى خارطة طريق استراتيجية وسياسة اقتصادية لقادمة اليوم انا اقولها بكل صراحة بكل صراحة الحكومة يعطيها العافي ارهقت بهذا الملف منذ بدء كورونا فيجب ان يكون هناك يعني انا باعتقادي ضرورة وجود لجنة اقتصادية وعليا باسرع وقت ممكن